السلام عليكم يعتبر التفاح من الفوكه المنتجر في مختلف أنحاء العالم ويتميز باحتوائه على الكثير من العرصة الغدائية المهمة للجسم كالألياف والسكريات والفيتامينات والبروتينات زيادة على مضادات الأكسادة كما يحتوي على العديد من الخصائص العلاجية حيث يساهم في علاج الكثير من المشاكل الصحية في الجسم يعزز التفاح صحة القلب بشكل ممتاز حيث يحتوي على ألياف قابلة للذوبار التي بدورها تساعد في خفض مستوية الكوليسترول في الدم التفاح مصدر للكارستين المضاد للأكسادة الذي يساعد في زيادة الطاقة والتحمل أثناء النشاط البدني كما يساهم بشكل كبير في تقليل الالتهابات في الجسم لأنه يحارب الجذور الحرة المسببة للأمراض ليس هذا فقط بل يعمل لا تعزيز المناعة كما أنه ضروري أيضا لتطوير إصلاح أنسجة الجسم يسهل حركة الأمعاء بصورة ممتازة وهذا بفضل ضمه نسبة عالية من الألياف التي تقي بدورها من الإصابة بإتثارابات المعدة التي يعاني منها الكثير من الأسخاص وينصح بتناول التفاع بشكل منتظم لتحسين عملية الهضم والويقاء من مشاكل القلون باعتباره مطهرا لها مفيد جدا لمرضى السكري وهذا بفضل وجود مادة البيكتين التي استدعم حامد القلاكتورونيك وبالتالي فهو يقلل حاجة الجسم من الإنسولين يقيم الإصابة بهشاشة العظام ويحافظ على سلامتها يحتوي التفاع على حمد المالك الذي أثبث فاعليته علميا في تبييد الأسنان كما أنه يساعد على تقليل خطر تسوس الأسنان وأمراض اللثة عن طريق خفض مستويات البكتيريا ولهذه الأسباب أنصحكم بإدراج التفاح في نظامكم الغداء اليومي ونتمنى الصحة والعافية للجميع ولا تنسوا دعم المقطع بلايك والاشتراك في القناة وكذلك الضغط على الجرس لتصلكم منشوراتنا فور تنزيلها شكرا لكم على المشاهدة إلى اللقاء